الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب وكفار لو أراد الله أن يتخذ وندى لا الصفا مما يخلق ما يشاء سبحانا هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النار ويكور النار على الليل وسخر الشمس والقبر كل يجري لأجر مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدا ثم جعل منها زوجها وأنسل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم أرجعكم فينبيكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن وقال ثلانا ليه ساجدا وقائما يحذروا الآخرة ويرجوا رحمة ربي قل هل يستغي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن أعصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا يا عبادي فاتقوا ذلك يخوف الله به عبادا يا عبادي فاتقوا والذين اجتنبوا الطابوتا إن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت توقظ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه فسلكه ينابع في الأرض فسلكه ينابع في الأرض ثم يخرج به سرعا واخترف الألوان ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك نذكرى وعليون للألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله لزنا أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعروا منه جلود الذي يخشون ربهم ثم تنين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله ثم تنين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخسي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر له كانوا يعلمون ولقد ضرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون قرآناً عربياً غير ذيع وجل لعلهم يتقون برب الله مثلاً رجلاً في شركاء متشاكسون ورجلاً سنماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يملمون إِنَّكَ مَيْتُوا إِنَّكَ مَيْتُوا وَإِنَّهُمْ مَيْتُوا ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ إِنَّكَ مَيْتُوا إِنَّكَ مَيْتُوا إِنَّكَ مَيْتُوا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ كَذَبْ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ فَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ مِهِ أُولَيكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُ لَيْنَدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ يُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْفَرَ الَّذِي عَمِلُونَ وَيُجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُخَوِّفُ لَكَ بِالَّذِينَ مِنْ هَدُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعْزِيزِ يَا دِلْتِقَامِ وَلَإِنْ سَلْتَهُمْ مَنْ خَرَقَ السَّمَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَكُولُونَ اللَّهُ قُلْ لَفَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ إِنَّ وَعْدَنِي اللَّهُ بِضُرِّينَ عَلْهُمْ لَكَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلْهُمْ مُمْسِكَاتُ رَحْمَةِ قُلْ حَسْبِ اللَّهُ حَسْبِ اللَّهُ عَنِيهِ يَتَوَكَّلُوا الْمُتَوَكِّلُونَ إِنَّا أَنْسَنَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِنُحَقُّهُ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَبْسِهُ وَمَا ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَلَتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلُ الله يتغفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي غضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوا أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَا قُلْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْنًا وَلَا يَعْقِلُونَ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَا قُلْ لَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْنًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَاتُ جَمِيعًا لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَسَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَانِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَنِفُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَانِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَنِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزرون فإذا مس الإنسان ضروا ودعانا ثم إذا خول الله نعبة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أظنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الْرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ نَنْفُسِي قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفَسِهِمْ وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِلْبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُونَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْسِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَتَ يَا حَسْرَتَ أَعَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِيَ لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِلْ تَرَى الْعَذَابُ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُولَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَا قَدْ جَاءَتْ كَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُمْ مُسْوَدًا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَتْوَرْ لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّلْ لَهُ الَّذِينَ اتَّقَوْوا بِمَخَاسَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُ السُّورِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ